سبعون عاما مرت على المجزر التي نفضت في ثاني عشر من آب من العام الفين وتسعمائة واربعة واربعين ببلدة سانت أناديستازيما في إقليم التوسكاني الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية في عملية مشتركة بين النازية الألمانية والفاشية الإيطالية ورحبت إيطاليا بقرار محكمة ألمانية يقضي بأعادة فتح تحقيق وتوجيه التهم بشأن مذبحة راح ضحيتها خمسمائة وستون مدنيا أثناء الحرب العالمية الثانية في الفين وأربعة دانت إيطاليا غيابيا عشرة ضباط نازيين تهموا باقتراف جرائم حرب وكان أحدهم ضابطا سابقا في منظمة الأساس المنظمة العسكرية النازية وهو جيرارت سومر والذي دانته محكمة كورتسروش ووجهت له التهم الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو ونظيره الألماني جواكيم جوك التقي العام الماضي في بلدة سانت أناديستازيما في إقليم توسكاني الإيطالي وأشهد بقرار المحكمة الألمانية